أكدت وزيرة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم بأن منتدى شباب العالم هو أكبر تجمع شبابي دولي يمثل فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب وتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل وأوضحت وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في أحدى ورش عمل المنتدى بعنوان حياة كريمة التجربة المصرية لبناء الإنسان أن المصريين بالخارج سهموا في حملة الترويج لأهداف المشروع القومي العظيم لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء فاعل من معادلة التنمية المستدامة في مصر مثمنة جهود الجالية المصرية بالخارج في دعم مشروع حياة كريمة من خلال الرضي على أي إدعاءات تقلل من دور الدولة لرعاية مواطنها وأيضا دورهم في دعم مالي عبر حملات جمع التبرعات من المصريين بالخارج ها هي شمس منتدى شباب العالم في نسخة الرابعة تشرق من جديد من شرم الشيخ أرض السحر والجمال لتجمع أم الدنيا ثقافات متنوعة من مختلف بلاد العالم تحت مظلة واحدة وهي السلام وإبداع وتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت مدينة السلام وشوارعها في استقبال الشباب من جميع أنحاء العالم عن طريق تزيين الطرق بلافتات المنتدى وأوتوبيسات خاصة لنقل الوفود المشاركة بداية من المطار وحتى أماكن تسكينهم وصولا لمركز المؤتمرات حيث ورش العمل أصبح منتدى شباب العالم 2 نسخته 22 منصة دولية يحتزى بها في العالم كله والشباب المصري والشباب بكل أنحاء العالم بيبقى حريص جدا على الحضور وشغوف ولديه طاقة حماسية كبيرة للغاية أنا شايف المنتدى أنه هو حاجة عالمية عظيمة جميع الأقمار الصناعية بتتوجه نحو مصر وهنا من مدينة شارم الشيخ أرض السلام هو شعار منتدى مصر في الجمهورية الجديدة جمهورية مصر الجديدة منتدى الشباب في نسخته الرابعة هي لها ثلاث كلمات السلام والإبداع والتنمية السلام هي سلام النفس وسلام العقل وأن مدينة شارم الشيخ هي مدينة بتحتضن جميع مراحل السلام يشارك الشباب في المنتدى من ثمانية عشر عاماً وحتى أربعين عاماً وبدأ المنتدى اليوم الثامن من يناير بورش عمل تحضيرية لمدة يومين قبل الورش الرئيسية وتتنوع المواضيع من تبعات ما بعد جائحة كورونا والتحول الرقمي واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والشركات الناشئة وريادة الأعمال بالإضافة لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومبادرة حياة كريمة كتجربة مصرية لتنمية الإنسان من أهم الموائزات اللي في المنتدى نحن بتدينا فرصة وابريتينتي حلوة قوي نحن بنتعرف على ناس كثيرة وبالفعل كمان في 2018 لما كنت موجودة لحد دلوقتي بنتواصل معهم كمان بيكون حلو لما الشباب بيكونوا في سنة بعض ومن نفس الفيلد الوركشوبز كمان بتقربنا قوي نحن كلنا في نفس الفيلد نفس الهتمام بتاعنا أشكر هذه الدعوة الكريمة وبالأخص الشعب المصري والجهة المنظمة لهذه المنتدى شباب العالم حكم حنا شباب العالم والتغيرات والأشياء اللي راح تكون نحب نستطلع للأشياء القديدة ونحب أن نكون مطلعين على الأشياء القديدة ثلاث نسخ عن منتدى شباب العالم سبقت هذه النسخة منذ عام 2017 بهدف تعزيز الحوار بين الشباب وتبادل الثقافات ومناقشة قضايا التنمية الاجتماعية